طيب أرجع للفار مرة تانية وكنت بقول لحضراتكم السيزن اللي فات تجربة مش سيئة يعني دايماً لبدايات بيبقى فيها شوية أخطاء الحقيقة يمكن لجنة السلسائلة لدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد كهتعقد بكرة اجتماع مهم مع أندية الدوري عشان ينقشوا الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفار في مطشاط الدوري وخصوصاً أنه في كتير من الأندية أنت يعرف يا سارة يعني اشتكت من الموضوع ده ويمكن بعض التقارير الفنية أثبتت فعلاً فيه أنه فيه وجود مشكلات فنية في تطبيق التقنية أبرزها ضبط عملية التسلل يمكن الشركة الأسبانية اللي كانت مسؤولة عن تنفيذ التقنية دي في مصر كانت طلبت من اتحاد الكرة أنه يدفع لها 100 ألف يورو دي عبارة عن مستحقات للشركة عن تطبيق التقنية في الدوري الجديد 2020-2021 بجانب أن لها بعض المتأخرات من الموسم الأخير وده وفقاً لكان اتفاق مبرم من الشركة الأسبانية واللجنة الخماسية اللي كانت مكلفة قبل كده طبعاً بإقدارة اتحاد الكرة برئاسة عمر الجنيني اللجنة الحالية بدايةً بترفض أنها تدفع المبالغ المستحقة للشركة الأسبانية بدأي وجود بعض الملاحظات على تطبيق تقنية في دوري وأنا كلمت حضراتكم قبل كده على الناحية الفنية والتقنية يعني مهم جداً طبعاً ناحية التقنية وتدريب الحكام عليها ورخصة الحكام لممارسة مهام عملهم كحكام فار ده شيء مهم وأعتقد أن احنا قطعنا فيه مشوار كويس جداً لكن عشان تكتمل المنظومة وتكتمل بشكل أدق تكتمل فعالية المنظومة لا ده فيه حاجات تانية كتير جداً لابد أنها تكتمل حاجات ليه علاقة بقاعد البس تليفزيوني حاجات ليه علاقة بالإخراج حاجات ليه علاقة بجودة الكاميرات أو مستوى الكاميرات اللي بتنقل المباريات في الملعب كل ده هو اللي بيظهر التفاصيل الواضحة للحكم عشان ياخد به قرار لو الصورة دي مش مكتملة ما تستناش عشان من برضو ما نتقلش على حكامنا ونطلب منهم المستحيل ما تستناش منهم النتيجة المرجوة إذا ما اكتملتش المنظومة بشكل كامل كاميرات بس تليفزيوني إخراج ونقل تليفزيوني على الهوى على أعلى مستوى مش هناخد حجم الفار زي ما احنا منتظرين وزي ما انت قلت يعني هو مفروض الفار ده علشان نقل الجدل اللي بيحصل للتحكيم هو عمالي يزود الجدل وفلوس كتير بتدفع على أنه في الآخر فعلا كل الأندية بتشتكي وجماهير الأندية دي بتشتكي ما بتبقاش راضي الحقيقة عن النتيجة في الآخر نتمنى طبعا يكون فيه تدريب على أعلى مستوى يكون فيه إجراءات أحسن من كده أنه التقنية دي تطبق بالطريقة المثالية في الدوري الماصر انت عارفة ملاقطة واحدة ممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا لو مش متصورة من أكتر من زاوية ولو التصوير أو النقل التلفزيوني مش جودة وضوح الصورة مش على أعلى مستوى حاجات كتير جدا ما بتبانش وإحنا شوفنا في أكتر من قعادة وأكتر من لقطة إنه الكرة مش واضحة بشكل كبير تخليك تاخدي قرار واضح وسهل ترجمة نانسي قنقر